هذه القصة صارت في روسيا السفيرة واحد من أعضاء السلك الدوبماسي في السفارة ما أنا أعطيه اسمه بو يزل يقول يابا عبد العزيز جاني اتصال من واحد دكتور عراقي في روسيا عن طريق شخص من السفارة خليجية يتوسط له فاتصل عليه قال السلام عليكم أبو يزل قلت وعليكم السلام قال أنا أبي حج وبي فيزة حج وأنا الآن عمري سبعين سنة وظروفي يعني تأهلني لحج ماديا ما عندي مشكلة في المادة لكن أبي فيزة حج فقلت له تعالي في السفارة فجعني في السفارة ولعل الأمور تيسرت وسهلنا للأمر وحج ورجع وصار صديق اللي وصار يتصل عليه ويرسلني هدايا وتشكر من هالموضوع يقول يوم خدت السنة الثانية الحج الثاني قبله بشهرين يتصل عليه قال يا ابو يزل قلت نعم قال عندي موضوع أبغى أشرح لك قصة قال وش شي قال فيه واحد فيه قرية من قرى روسيا هو عربي وفاتح له مطعم وذاك اليوم رايح المتقضي للمطعم أغراض مثل طماط وخيار وبطاطس على فكرة البطاطس في روسيا مثل الرز عندنا وجبة أساسية يقول في فاتح سيارتة الساعة تسعة الصبح ينزل أغراض في المطعم مليان أخيار وبطاطس وكوسة ولحم أغراض المطعم وتجي هاك العجيز اللي عمرها خمس وثمانين سنة يا الله تمشي معها شنطة وتجي عند شنطة السيارة وتأخذ لها ثلاث حب أخيار وخمسة بطاطس ومدري طماط وبصل يقولوا تنقي وأنا موجود خليتها على راحتها يوم انتهت قالت كم الحساب قلت أنا وصلها لنس وبعدين يصير الحساب قالت خلاص يقول ثقل عليها الشنطة يقولوا أشير الشنطة وارح معها الشارع الأول الشارع الثاني يوم رقينا الشقة الدور الثالث ونزل الأغراض عند غرفتها قالت كم حسابك قال والله هذه هدية أنا ما نبراعي خضروات ولا نبابيع أنت تظنيني بايع متجول أنا ما نبايع متجول أنا رجل عندي مطعم وقاعد أنزل بضاعتي في المطعم وانت جيت شريتي يقولوا اندهشة اندهاش كبير جدا أول مرة يصير لهمان قالت يعني أنت الأغراض هذه قال هذه هدية مني لتس وأنا مساعدة لتس يقول فالمرأة يعني رأتها جميل عظيم جدا فيقول تتفكر تقول أنا على عمري هذا ما حد سوابي مثل الجميل هذا في حياتي في روسيا قال لحنا الديننا يأمرنا بأكثر من كذا ديننا الإسلام يقول وارجع للمطعم وكمل شغلي يوم خدت يومين ولا هي جاية عندي يقولوا اجيب لها شاهي وتناظر وتناظر المطعم قالت اسمك ايش قلت مثل ما تقول علاء قالت يا علاء أبغاك تروح معي بكرة مشوار يقول بكرة جمعة وانا سكر عشان صلاة الجمعة قلت ان شاء يقول وامرها بسيارتي واخذها الشارع الأول الشارع الثاني ومجينا عند هكا الدائرة الحكومية وندخل ونرقفه وقل له هكا الرجال قاعد على المكتب عنده وراق قالت هذا الرجال اللي ابا ورث الشقة بعد ما موت سبحان الله نعم وشي شقة قالت انا ما عندي احد وانت الوحيد اللي على طول حيح عطيته معروف عظيم وتستحق انك تملك الشقة بعد ما موت يقول شقة ما هي بيعني صغيرة ولا فيها شي لكنها اكبرت مني ان يعطيها الخضروات والهدية هذه فقالت لا تسجل الشقة اللي باسم علاء يا بنت الحلال انا مني بريث اللي تقالت ما عندنا النظام انا اللي يعطي كل هذا ولا عندي احد يستحق هالشي اللي انت طول عمري ما احد سواه بالمعروف اللي انت سويت فيه يقول انا وياها قالت يا رجل انا ما راح اعطيك ايها الان بأعطيك ايها بعد ما موت خذها انت تصرف فيها يقول بعد الحاح شديد سجلت اسمي في الصك اني انا الوريث الوحيد لهالشي يقول فرجعت المطعم وعزمتها بعدها بيومين وقدمت لها الاكل وعطيتها كتيب باللغة الروسية عن الاسلام فوجبت لها شيخ مسجدنا وقام يتكلم عليها والحقيقة اسلمت وحسن اسلامها فعدت الاركان اللي عليها لما علمناها اركان الاسلام قالت لا اله المحمد رسول الله والصلاة والصيام بقى الحج فقالت انا بغى اشوي الحج انا الاربع سويت ابغى الحج ابدفع ما وراه يدوني عشان احج فقام هذا الرجل واتصل علي يا ابو يزل وقال لين كانك تعرحد في السفارة السعودية نبي نحجج هالمرأة يقول له والله شروط خادم الحرمين الشريفين في استضافة الحجاج تنطبق على المرأة حديثة عهد بالاسلام كبيرة سن من الدول هذي فوجدت ان الشروط يقول فسوينا لها فيزا وجهزناها على اساس انها تروح ضمن حملة خادم الحرمين الشريفين وراح معها من الاخ اللي ساعدها هو يا يامني عراقي اللي اسمع على هذا يقول فاركب معها في الطيارة وراحوا وحجوا على حساب خادم الحرمين الشريفين وارجعوا وكانت في سعادة ما بعد هذا يقول قعد نهدث لها شهر عشرين يوم وتوفت يا اخوان رب عظيم يا اخي والله ربنا عظيم هذا سبحانه وتعالى 85 سنة في المعاصف ويسبق عليها وتؤمن وتحج وتقضي الفروض هذا اي رحمة من الله سبحانه وتعالى وكذلك كثير من الناس يعتد انه على دين وانه في صلاة ترى ممكن يسبق عليك وتصير من غير شر خارج على الملة ولذلك في الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا تغتر بدينك وكثرة ايمانك وعطاعتك فارجوا رحمة الله سبحانه وتعالى والله القصة هذه من اعجب القصص اللي مرت علي وابو يزن الله يمسيه بالخير كان سبب في هذا الموضوع هذا كبير بالاضافة الى الدكتور العراقي والامور تجي بسهالة يدخل الانسان الاسلام بكلمة بمساعدة بشيء بسيط اسأل الله العلي العظيم لينفع بها القصة وابو يزاك الله عني كل خير هذا بخلقة وجمال خلقة كان سببا في دخولها المرة للإسلام وإنقاذها من النار هذا مرمو بسهلا